أم عبد الله من السودان تسأل تقول بعد السلام طبعا تقول هل يجوز للزوج أن يظلم زوجته ليرضي أهله زوجي يظلمني كثيرا ليرضي أهله أختي أم عبد الله من السودان بارك الله فيك لا يجوز للزوج ويحرم عليه أن يظلم زوجته لإرضاء أهله ولا يجوز للزوج ويحرم عليه أن يظلم أهله ليرضي زوجته يا إخواني يا أخواتي يعني لماذا هذا الخلط لماذا هذا الخلط يعني بعض الناس الآن الأمور مختلطة عليه ما عنده رشد سبحان الله العظيم يعني يتصرف تصرف غاية في الغرابة حق الوالدين عظيم لهم حقهم حق الزوجة أيضا عظيم حق الزوج عظيم ليش هذا الخلط ولماذا هذا التداخل يعني بعض الناس عنده حدية إذا أردت أن أرضي والدية لازم أظلم زوجتي طيب إذا أردت أن أرضي زوجتي لازم أظلم والدية تلك قسمة تنظيزها وهذا حقيقة يعني تصرف بدأ ينتشر وللأسف الشديد عنده كثير من الناس وللأسف الشديد حتى على العكس يعني بعض الناس الآن يحرص على رضاء زوجته على حساب والدي وهذا حقيقة ضياع أنا أشوف بأن هذا الزوج تائه ضائع ما عنده رشد وقد يكون عقوبة بسبب ذنب ذنب إما تقصير في واجب أو وقوع في محرم نسأل الله العافية والسلام الظلم أخواني عظيم الله عز وجل قال وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ يقوله جل وعلا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة وسمى الظالم مفلس يوم القيامة يأتي مفلس يوم القيامة الزوجة لها حق والأهل لهم حق والأرحام لهم حق والوظيفة لها حق وأنت لك حق على نفسك لك حق أيضا أعطي كل الذي حق حقه ما قضية والله الآن إذا كان واضح من سؤال لهم عبد الله أنه الآن يريد أن يرضي والديه بظلم زوجته أكيد في تنافس بين الوالدين وبين حرمته يمكن بين والدته مثلا والدته تغار من حرمة أو والدته تطرب أشياء من حرمة غير واجبة عليها مثلا أو والدته يعني قد تكون متسلطة مثلا أنا ما أعرفكم لكن قد تكون متسلطة مثلا ويحاول مسكين أن يرضي والدته بظلم الزوجة غير صحيح هذا الكلام يجب على الزوج إذا كانت والدته مثلا يشوف أنها عندها اندفاع عندها ظلم عندها يعني تسلط يوجد بعض الأمهات متسلطات والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلام في أمهات يتدخلنا في كل شيء حتى في تربية أولاد ابنها تتدخل حتى في لباس ابن ولدها تتدخل حتى في تسميته هذه أخواني غلط غلط يعني أنت أيتها المرأة أم الزوج ترضين أهل الزوج يعملوك بمثل هذه المعاملة ترضين هذا الشيء أعتقد تقولي لا طيب لماذا رضيته على نفسك وعلى غيرك ترضين التعاملين مع غيرك بعض النساء ما ترضى أن أهل الزوج تدخلون في لباسها ولباس بناتها وإسماء عيالها مثلا وثلاجتها ومطبخها وطريقة تعاملها تقول لا ما تدخلون طيب ليش أنت الآن تمارسين نفس الدور هذا القبيح مع زوجة ابنك كيف ترضي لنفسك هذا وقد عافاك إلا على الزوج ما سلط الله عليك أهل أهل زوجك ما سلطهم الله عليك وسحقوك وعاملوك وظلموك يعني حتى تشعرين بمرارة مثل هذا الأمر وتتعاملين مع الناس بالحسنة احمد الله قل الحمد لله اللي الله عافاني ما سلط الله علي أهل زوجي يعاملوني هذه المعامل اشكري الله قل يا رب لك الحمد شوفي بعض النساء مثل زوجة ابنك الآن مسكينة الآن قاعد يظلمها علشان يرضيك في بعض النساء ذقنا المر المر من أهل الزوج وصبرنا وتحملنا والحمد لله حياتهم مشت وكثير جتنا أسئلة في البرنامج من هذا النوع أنت الحمد لله عافاك الله يعني حتى يبتليك بمثل هذا الأمر لتتعاملين مع زوجات أبنائك بالحسنة فلذلك أنا رسالتي لزوجك يتق الله ويقول لوالدتي يا والدتي أنا أخاف عليك من غضب الله أخاف أن الله يفرق بينك وبين أولادك أخاف أن الله يفرق بينك وبين من تحبين بلطف بلطف وبرفق يا أمي يقول له يا أمي يا أمتاه يا والدتي هذه بنت الحلال هذه هذه أمانة عندنا أمانة عندك هذه ما يبخادمة ولا هي دخلت بيتنا علشان والله نسحقها ولا نعامل معها نتعامل معها بمثل هذا الإقصاء ومثل هذه كأنها تعامل مع أعداء لا يجوز هذا الكلام ذلك على زوجك أن يملك عقله تصرفاته ويتق الله واستمراريته في ظلم زوجته بمثل هذه الطريقة هذا يعرض لعقوبة الله لأن الله عز وجل من العقوبات المعجلة في الدنيا البغي والظلم والافتراء ودعوة المظلوم يستجيبها الله حتى لو كان كافرا يستجيب الله دعوة المظلوم لذلك أنا الرسالة لزوجك أنت الآن قلت لي سؤال الجواب البدهي لا يجوز أن يظلم الرجل امرأة ولا يجوز أن تظلم المرأة زوجها بدهيها لكن وين المشكلة البحث عن المشكلة يوم عبد الله المشكلة زوجك يظهر شخصيته مهتزة زوجك مش قادر يوفق بين والدته وبينك أنت أو والده وبينك أنت وأنت أيضا كوني ذكية كوني حكيمة حاولي قدر مستطاع أن تكسب زوجك حاولي قدر مستطاع أن تفصحي تقولي أنا مقدر وضعك ونعارف الضغط الذي عليك الآن والديك لكن اتق الله فيه أنا مسامحتك تقول بعض الكلام عندهم في حقي أنت في حل لكن ما تجي تطبق هذا الكلام عندي وأنا مضلومة تجي تنزل واقع عملي وأنا وانا إنسانا مضلومة وأنصحك يا أختي معبد الله تقهين مع زوجك وإيضا تتحببين إلى والدي زوجك بالهدية بالكلمة الطيبة بالزيارة اعمل لهم طبخة في يوم الأيام قولي لها اليوم سأزورك وأنظف البيت وارتب البيت وشيء من هذا القبي أنا قصدي أفتح لك يعني بعض الأبواب أنت أدرى هدية غل فيها ورسليها لي الهدية الرسول يقول تهادوا تحبوا تهادوا تحبوا في حديث ضعيف معناه صحيح الحديث ضعيف من جهة الإسناق الهدية تسل السخيمة من الصدر يمكن هذه الوالدة والدة زوجك قلبها كبير عليك الهدية هذه تطفئ النار الذي في صدرها تحبب إليه تودد إليه صلى تعالى أجمعكم على خير